حققت القوات السورية تقدما عسكريا في الغوطة الشرقية وتمكنت من السيطرة على بلدتي الحسينية والذيابية بعد معارك عنيفة مع المسلحين امتدت لأيام في ريف السيدة زينب وقال المرصد السوري المعارض إن عمليات الجيش السوري أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مسلحا بينهم قائد أحد ألويات المسلحين وأكد المرصد سيطرة الجيش على قرية الشيخ عمرو والبساتين الفاصلة بين بلدتي الثيابية والبويضة كما شدد الخناق على معظمية الشام ودارية والزبداني ويعتبر تقدم الجيش السوري امتدادا للعمليات العسكرية التي بدأها في بلدة شبعة وأكد مرصد المعارضة أيضا أن القوات السورية استولت على بلدات عدة في ريف حلب بين السفيرة وتل الرمان